سلطات الكويتية تقرر إبعاد مصري حول الانتحار هذا المصري كان راكب له سيارة أجرة على جسر جابر الأحمد وعلى الفور قرر خروج من السيارة وأن يقفز من فوق الكبري في المياه على الفور ساق تلك السيارة الأجرة اتصل بالإسعاف واتت على الفور وتمكنت من انتشاله قبل الغرق وقمت بمداواته وازهابه إلى المستشفى ثم بعد ذلك السلطات الكويتية قررت إبعاده وسفره مرة أخرى إلى الأراضي المصرية وقع غريبة بشكل كبير